لو عاوز شعرك ناعم زي الحرير بدون تساقط بدون هيشان لو عملت سبغة لشعرك قبل كده وتتلف وتضرر من السبغة جربي الوصفة دي والله والله هتغير شكل شعره خالص هتخلي شعرك أطول وأنعم بدون تساقط بدون هيشان يلا بينا نحضر الوصفة ونشوف طريقة استخدامه الوصفة عبارة عن خطوتين الخطوة الأولى وهو المكون الأول الكركم الكركم ده متوفر عند العطار هتجيب كمية مناسبة وهتبدأ بتوزحها على الشعر كله وعلى فرقة الراس وعلى الشعر من فوق ويحتاج كمان مش تتكون أسنان واسعة زي المشت الموجود قدامنا ده بعد ما وزعه كويس هبدأ بتمشيط للشعر كله بحيث أنه يتغلغل في الشعر كله بالشكل كويس بعد ما خلص الطريقة دي هبدأ الخطوة الثانية والخطوة الثانية عبارة عن الوصفة اللي هنحضرها دلوقتي مع بعض ونشوف هحتاج لصفار بيضة كاملة هجيب بيضة وهفصل الصفار عن البيض وهاخد الصفار بس ده اللي أنا محتاجاه بعد كده هحتاج لزيت الزيتون هاخد منهم علقتين كاملين يعني لو حبيتي ان انت تزيد الكمية لو استخدمت بتين او تلت بيضات هتضع في الكمية ده طبعا بيكون حسب طول الشعر او كسافة الشعر وبعد كده هقلبهم كويس مع بعض بعد ما قلبهم كويس هبدأ بتوزوحهم على الشعر كامل مهم جدا فروة الراس تتغذى كويس من الخلطة بحيث ان الخليط يوصل لبصيلات الشعر واستفاد منه بعد ما وزعه كويس على فروة الراس هبدأ بعد كده بتوزيعه على الشعر كامل بعد كده بأي بنيه او غطى بلاستيك على الشعر وهتركه مش اقل من ساعتين كامله بعد مرور ساعتين هتغسل شعري بالمية العادية خالص والشامبو بتاعي بعد كده هتشوفي نتيجة من اول استعمال هتلاحظة فرق كبير بشعرك مع المدومة شعرك هيتول وهيمنع التساقط والتكسفات وهيقضي على مشاكل الشعر كله بكده تكون خلصت وصفتنا اتمنى تكون عجبتكم واستفدتم منها ما تنسوش اللايك ولو انت لسه اول مرة بتشوفيني اشتركي عشان تتابعي الوصفات الجديدة الجاية اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير باي باي شكرا للمشاهدات شكرا